وينضم إلينا من بنغازي في ليبيا مراسل الغد عبدالعزيز الفاخري عبدالعزيز هل من ردود أفعال على كلمة عقيلة صالح اليوم وخاصة من جانب بيتبيبة؟ نعم بالفعل هي إذن عودة مستشار عقيلة صالح لترأس جلسات مجلس النواب من خلال الكلمة الافتاحية لصالح خلال جلسة اليوم حسن يمكن القول بأن جلسة اليوم تم تعليقها إلى يوم الغد ربما هي تمهيد الآن هذه النقاط والمحطات التي ذكرها عقيلة صالح رئيس البرلمان حول مسألة التجاوزات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية طيلة الأشهر الماضية وكذلك عدم إنجاز مسألة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية كما كان مقررا غدا سيبحث من قبل أعضاء مجلس النواب إمكانية فتح باب الترشح لتقدم لرئاسة الحكومة القادمة ذلك ما الذي يعنيه؟ يعني أن ربما الآن شبح الانقسام يعود مرة أخرى ليخيم على المشهد السياسي في ليبيا ما بين ما يقرب الآن عن سبعين نائبا هم يطالبون بتكليف إحداء الشخصيات يرى ما يقرب عن ربما ستين نائبا آخرين من أعضاء مجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك ربما توافق وإعادة هيكلة الحكومة القائمة حاليا حتى منتصف العام القادم وبالتالي الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وهو عمر انتهاء حكومة الوحدة الوطنية التي رأسها السيد عبد الحميد دبيبان نذكر أيضا أن أعضاء مجلس النواب الآن يتحدثون من خلال لجنة خارط الطريق على المقترحات الموضوعة الآن ربما فترة انتقالية أخرى ربما هي مقدرة بعامين يتم إنجاز دستور التوافقي يستفتع عليه من قبل الشعب مباشرة أيضا الحديث لتوحيد المؤسسات في ليبيا والعلى لراسيا المؤسستين الأمنية والعسكرية وأيضا حكومة قادرة على الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتقديم الضمانات والدعم لكل من القضاء وكذلك مفوضية الانتخابات أيضا نتحدث لنا فيما يتعلق بمسألة جزئية المفوضية العليا للانتخابات عماد السياح حسن ذكر أن القوة القاهرة ما زالت قائمة حتى الآن وبالتالي هذه الموانع بما أنها مستمرة يتعذر إجراء الانتخابات وأن مسألة إجراء انتخابات في ليبيا ذلك يطلب فترة مقدرة بستة إلى ثمانية أشهر ربما قبل التوجه لسنديق الاغتراع وبالتالي عادة تسجيل المترشحين وكذلك الناخبين مرة أخرى وفق أليات ستعلن عنها المفوضية العليا للانتخابات في حينها ولكن ذلك يستوجب من مجلس أنواب بداية القيام ببعض التعديلات وإزالة هذه الموانع ورفع حارة القوة القاهرة ذكرها عماد السايح خلال الفترة الماضية يعني عبد العزيز إذا هذا الانقسام كما تحدثت يعني الموقف دستوريا كيف سيتشكل وما أهم ردود الأفعال المحلية والدولية أيضا على هذه التطورات نعم بداية خلال الأيام الماضية كان هناك العديد من التصريحات نذكر منها التصريح الذي لاقى استهجانا من قبل لجان أعضاء مجلس النواب وهو تصريح صادر أو بيان صادر عن صفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا على أن المملكة المتحدة ستستمر في تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية ولن يتم الاعتراف إلا بحكومة منتخبة بشرة من قبل الليبيين نذكر أن حكومة الوحدة الوطنية تحظى صحيح بدعم على المستوى الدولي إلا أن سيفاني وليامس قد صرحت في لقائها هنا في مدينة بنغازي مع المكونات والأطراف السياسية المختلفة على أن الأمم المتحدة المجتمع الدولي سيدعم أي حكومة أو قرار سيتخذه مجلس النواب ولكن شرطا أن يكون هناك نصاب قانوني متوفر ربما يتحدث عن الشخصيات الأكثر ثقلا حتى تستطيع قيادة البلاد إلى مرحلة إجراء الانتخابات وبالتالي المرحلة النهائية التي توصى لنا مرحلة الاستقرار يذكر اسم فتحي باش آغا بشكل مكثف يعني أنا نتواصل مع العديد من أعضاء مجلس النواب شرقا غربا وجنوبا الكثير تحدث عن فتحي باش آغا هناك من يطرح أحمد معتيك هناك من يتحدث عن عارف النايض ربما هذه الشخصيات الأكثر ذكرا داخل قبة مجلسا ولي رئاسة الحكومة القادمة لإنجاز مستقات على الراسية توحيد المؤسسات في ليبيا وكذلك إنجاز ملف الدستور قبل التواجه لإجراء الانتخابات عبدالعزيز الفاخري مراسل الغد كنت معنا من بنغازي في ليبيا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك